حملت تهديدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسائل ضمنية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والكتل السياسي الأخرى بأن تشكيلة الحكومة الجديدة لن تمر إن لم تكن متوافقة مع رؤيته حسب ما رجح سياسيون عراقيون رغم أن المعلن من قبل التيار الصدري تهديده بالتظاهر في حال عدم عقاد جلسة البرلمان هذا الأسبوع لمنح حكومة علاوي الثقة أو إذا كانت التشكيلة الحكومية غير متوافقة مع ما سماها تطلعات المرجعية العليا وجدد الصدر مطالبته للحكومة الجديدة بإجراء انتخابات مبكرة ونزيها وهو أحد أبرز أسباب الانقسام بين الكتل البرلمانية ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة علاوي إلا أن المخاوف من الالتفاف على الحكومة الجديدة بلغت أشدها بعد تسريبات تحدثت عن صفقات بمبالغ طائلة بين الأحزاب الحاكمة للحصول على وزارات مهمة ما يجعل حكومة علاوي المرتقبة لا تختلف كثيرا ربما عن حكومة عبد المهدي ودفعت تلك التسريبات التيار الصدري للتهديد بإسقاط الحكومة الجديدة في حال ضمها وزراء وفق محاصصة حزبية وفتح القضاء تحقيقا في مزاعم وجود مزاد لبيع وشراء وزارات ومناصف في الحكومة إثر تغريدات من سياسيين ونواب بشأن عرض مبالغ تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون دولار لحجز وزارة لجهات معينة بينها وزارة النفط مقابل عشرة مليارات دينار عراقي ويعقد هذا الأمر مفاوضات تشكيل حكومة علاوي فالوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ طائلة لقاء توليه حقيبة وزارية في نهاية عام 2018 لمدة أربع سنوات لن يقبل بالخروج من الحكم بعد سنة واحدة